السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة أخرى من حصة مادة الرياضيات ومع السنة الأولى علوم رياضية ودرس المنطق الشابتر de la logique تمرين يقول A ou B ou C من Q يعني ce sont des nombres rationnels حيث A ou B ou C ou A ou C تساوي 1 بين أنه من تخيصك هذا الجدر المربع دي الواحد زائد A مربع عامل واحد زائد B مربع عامل واحد زائد C مربع ينتميه لكي صراحة أن هذا التمرين فيه شيئا ما بعض الصعوبات ولكن الفكرة الأساسية التي استنتجتها هو أنه يجب أن نقلبه كيف نرده التعبير لداخل الجدر على شكل مربع لكي نتخلصه من رمز الجدر المربع وإذا تخلصنا من رمز الجدر المربع يعني نكتبه على شكل A أو C 2 يعني التعبير التي تكتب على هذا الشكل بالتالي في الأخير ستقعدنا قيمة المطلقة لأ وما تحت الجدر يكون بدلالات A أو B و C وبالتالي بما أنها تنتمي إليك إذن فإن نشجرة تنتمي إليك هذه هي الفكرة التي تنتمي إليك بالنسبة لهذا السمرين إذن على بركة الله نحاول نرى هذا التعبير كيف نكتبه على شكل مربع ونبدأ به بعد أول لأول إذن 1 زائد إذن لدينا 1 زائد A مربع عامل على 1 زائد B مربع عامل على 1 زائد C مربع كتساوي إذن بعد النشر سنجد نتيجة هي 1 زائد ضغبتي وخطوة خطوة 1 عندكم النشر وهذه الجوج مع بعضهم 1 زائد B مربع زائد A مربع يعني A مربع في واحد زائد A مربع B مربع هاتشي كامل عامل على 1 زائد C مربع تساوي أنا أعتبر هذا التعبير نسميه مثلا N إذن نقوم بالنشر من جديد 1 زائد C مربع زائد B مربع زائد B مربع مربع ثم في الأخير زائد A مربع B مربع سنرتب شويات الحدود تجري واحد زائد ا مربع زائد ب مربع زائد س مربع كنظرنا تشلي كين زائد ثم نمرو للاخرين ا مربع ب مربع ا مربع س مربع ب مربع س مربع وفي الاخير ا مربع ب مربع س مربع إذن هذه بالنسبة لنا هنا قمنا بالنشر هاد التعبير هادا ستلاحظوا من الصعب كتابتوا على شكل مستطابقة هامة ولكن احاول نشوف هاد البلوك هادو اللي عندنا هنا كيفاش يمكن لنا او وقتاش كنحصل عليهم بحالات سنان ا مربع زائد ب مربع زائد س مربع كيمكن لنا نحصل عليهم إذا قمنا بالنشر ا زائد ب ب الكل مربع نظر هذه الفكرة هاد القواهية كتساوي ا مربع زائد ب مربع زائد س مربع ثم زائد اثنان عامل على غريق ما بالنشر غريق مالى غريق ما بمربع زائد ما بمربع زائد غريق ما بمربع زائد بس مويم جماعتما غريقين قموا ب تحقق من هاد النتيجة هاد اثنان سهلة فقط قم بالنشر طبق المتطابقة له أما وغا تلقى هذا التعبير هذا طيب إذن من بعد ما وصلنا لهذه النتيجة سنحاول نستنجو بأنه يمكن لنا هذا التعبير هذا نسميه مثلا A زائد B مربع A مربع زائد ما مربع يمكن نكتبه بذلة تعبير أخرى يعني A أتصبح كتسوي 1 زائد عواد هذا التعبير أنا عموضه بباب هذا ناقص هذا يعني غا تقولي 1 زائد A زائد B زائد C لكل مربع ناقص 2 عمل على A B زائد A C زائد B C نكتبه بقية تعبير A مربع B مربع زائد A مربع C مربع زائد B مربع C مربع زائد A مربع B مربع C مربع ثم نستمر لاحظوا من خلال المعطيات أن هذه نتيجة هذه خلال المعطيات تساوي 1 إذن أتقولي A تساوي A تساوي 1 زائد A زائد B زائد C لكل مربع ناقص 2 ثم زائد A مربع B مربع A مربع C مربع زائد B مربع C مربع زائد A B C مربع 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 إذن ألاحظ أن هذا التعبير أيضا يمكنني أن نرى كيف نكون نحصل عليه إلا عن طريق هذا أدنى شر يعني لاحظ أيضا نلاحظ أيضا أو نكتبه ولدينا ولدينا A B زائد A C زائد B C إلا قمنا بكتابتها على شكل مربع الغلق وهي A مربع B مربع زائد A مربع C مربع زائد B مربع C مربع زائد إذن ألاحظ عامل على A لاحظوا عامل على A مربع B C A B مربع C A B C مربع يعني أن هذا التعبير هذا سيمكننا نعوضه بهذا التعبير مرفوع أسئتنا ناقص هذا يعني غسولي N تصبح إذن N تصبح تساوي 1 زائد A زائد B زائد C لكل سيئتنا نقوم بتعبوض الزهابي ناقص جوج زائد هذا التعبير اللي هو A B زائد A C زائد B C مربع ناقص 2 عامل على A مربع عذرا نولا A مربع B C زائد A B مربع C زائد A B C مربع وفي الأخير زائد A مربع B مربع C مربع قد عرفوا بأن هذه النتيجة هذه القيمة هذه حسب معطيات هي 1 مربع إذن ستقول N تساوي ناقص 1 ناقص J ناقص 1 زائد 0 إذن ستقول A زائد B زائد C أكل 2 ناقص 2 يمكننا نعمل هذا التعبير ندير واحد تعميل ب A B C يعني تقول 2 A B C عامل على A زائد B زائد C زائد A B C أكل 2 لاحظوا جيدا ما واللي هي A زائد B زائد C ناقص A B C لكل ستنا ومن N يعني جدر N هو جدر ديال A زائد B زائد C ناقص A B C لكل ستنا إذن ستبقى هي القيمة المطلقة ذهن قد أسيت نغيم كذب تمشي مع الجذر قيمة المطلقة A زائد B زائد C ناقص A B C وبالتالي كيف تلاحظوا هالتعبير هالتعبير اللي كان تحزن للجذر ستطع لنكتبوه على شكل مربع إذن التعبير كين تامي الكو إذن الجذر ديال 1 عامل على 1 زائد B مربع عامل على 1 زائد C مربع تتن تامي إليك كنتم من يكون هالفيديو نال إعجاب ديال كوم ما تنسوش تشترك في القناة إن كنتم جدد وإلى فيديو آخر إن شاء الله مربع